السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في صديق عزيز بعيدة اللي بيقول لي انا ببعت سيفي كتير وما حاش بتفسر بي في حاجات بتفلتر السيفي قبل ما يوصل للمدير اللي مفروض هيقشر ان الراجل اللي احنا محتاجين اقول لا الهر نفسه ممكن يلغي السيفي وما يبعتوش للمدير لا زب كتير تمام من اهمها مثلا انه ممكن ما يبعت السيفي باللغة العربية الهر اصلا في دول الخريجي عموما بيكون هندي او فلبيني او حاجزا كده فمش فهم ايه دوات هل ده حد بيشتم هندا فبيروح رامي السيفي تمام بيبعا في بعض الاختصارات الكتيرة هو مش قادر يفهمها هو مش نطلوب من الهر دوات ان هو يكون فهم تكنيكل فلما بتكتبه الاختصارات هو مش فهم ايه دوات فبيرمي السيفي لو السيفي كبير اكتر من صفحتين بيتلغبط ده عايز ايه ولا مش عايز ايه يعني ما حد يبعت سيفيها شين صفحة اكيد مش هيبص فيها وهيرمي السيفي ساعت في طلب الوظيفة بيقولك ايه ابعت الايميل واكتب رقم كذا كذا في عنوان الرسالة الايميل اللي انت بعته فلو انت بعتش رقم دوت مش هيبص على الرسالة تمام هو ممكن يقولك ايه لو مهانس معماري يكتب ايه ار 2018 لو مهانس انشاء يكتب استي 2018 تمام انت بعت رسالة من غير ما تكتب العنوان صح ساعتها هو هيقول لا ده ده الرجل ده نوعين انت ممكن يعني يعمل ل مشاكل في الشغل لان هو مش ملتزم بالسطر الوحيد اللي انا طلبه منه في قلب السيفي تمام ام من دلنا حاجات برضو ويكون في اختلاف موضوع وضع الصور في السيفي الافضل ان انت ما تحطوش الا لو الوظيفة طلبه حسن المظهر تمام اكتب الايميل بشكل احترافي ما تحطش اسامي دلع ولا تحط ايميل في دلع يعني ان كان في واحد حط ايميل بتاعه اسمي لعبة مد الفونر لا احنا ما فروض انت بتقلمع ضييفة تحط حاجة με شيء Long Beach ما تزاخر في السيفي الا لو انت اختلاف esimerkلا عايز تحubize omicator فانت العايز بقى توري ان انت ام بتعقاب إفتشوب وتفهم دường عايز تعملهاatin فعايز توري انك تقلم ان ات بتعريبا في Messica play بطول بص انا عمله بلعباتي وانا متمكن من البنامج ازاي نما الصح انك بتعمله حاجة بسطة جدا وفي حاجة كترة ما لهاش علاقة ناس كترة بتكتبها تمام يعني في كنت شايف واحد كتب طول او حد يعني كتب طولها الدقيقة وعرضها الدقيقة والوزن الدقيقة المعامات دي بش مهمة في الشغل الهوات الشخصية لو هي مفيدة للشغل اللي اكتبها بره باهتم بالهوات الشخصية اللي خارج شغلك يعني هو بيدور على واحد يكون بيلعب جلف زيه وبيلعب يقدر تفهم معاه بوحب يفهم موسيقى يعني بيدور على حد يكون نفس الدماغ عاملين كامية مع بعض تمام في الاول اهم حاجة بالنسبة له الخبرة فبتكتب الخبرة في الاول بعد كان ممكن الابيكيشنال وما تخش بقى تقول لنا كنت في حدنا في سنة كام لا هي تخرجت من ايه وبالذات لو فيها ميزة منسل مشروع تخرج كان قوي اكتبه لو انت بمعدة بالعافية يعني ايه ممكن تكتب اسم غير ما تكتب التفصيل اجاب مقبوله حاجزا كده يعني ما تهتمش بموضوع الجوب ديسكريبشن لا اهتم بالانجازات بتاعتك انت عملت ايه في الفترة ديت متعودش تكتب مهرات شخصية كتيرة قوي وتمدح في نفسك يعني خليها في الانترفيو مسلا تقدر تشرح له النقط دي ازاي وبتاع اه انما انا بعمل تحت الضغط وانا انا شايف حد كان كاتب اتناشر نقطة بيمدح في اسفات الشخصية اه لا يعني خليك في الوسط يعني تمام اه ما تكتبش كورسات او وظائف ماليش علاقة بالوظيفة انا عرف ناس كانت عاملة كذا سيفيه وكان محاسب وفي نفس الوقت ما تضم بعيد فعمل لده سيفيه وده سيفيه تاني خالص بحيس لو راح يقدم على دي اقدم على دي اقدم على دي لو راح يقدم على دي اقدم على دي ما تكتبش دي دي قاعدة يعني اللي بيقدم بيتقفش بسرعة جدا 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 في الانترفيو وبيترفل بسببها باش بيترفل بسبب انهم بيعرفش حاجة دي ايات يعني انا مثلا لو مقدم على وظيفة وفيه تلات اربع ناط معرفهم شي خلاص مكتبهمش انما لو كتبتهم هسئل عنهم ولو طلع فعلا انا معرفهم شي وكتبتهم غلط قدام فهيترفل ماس فيه وش ينفع ان احنا نكمل مع بعض الانترفيو الشركات بش عايزة واحد صبر ميان لا عايزة واحد يكون عنده اخلاقيات انهم ما بيكتبش ولو عنده حاجة نقصة سهل جدا في خلال اربع شهور بتدريب او بتدريب او بتدريبه يقدر يخليك تعرفهم حاجة دي فالافضل ان انت ما تكتبش حاجة خالص وما تحاولش تتشبع بما لم تعطى فتمام فما تكتبش كل حاجة اللي انت واسك منها ويعني انا قبل كتب كذا مرة في الانترفيو قال لها حاجة غريبة فاقول له ايه دي يقول لي معرفه اوش انا اخدها منها عن نت لا اصلاها بتكتبش يعني ما فيش حاجة بتعديب في السيلي ومن ضمن الحاجة الكويسة جدا ان انت ما تكتبش كل حاجة في السيلي خلي حاجة في ميزة نعرفها خلال الانترفيو او ما تحرقش نفسك وما تحاولش كل حاجة خلي بعض النقطة كده اللي ممكن نتكلم فيها في الانترفيو ان شاء الله خلي بالك الاتشار مفروض ان هو بيبص على السيلي دي في عشر ثواني ففي العشر ثواني دول مفروض يليها مريحة للعيم مفيهاش غلطات مفيهاش كذا حاول تشغل برنامج يقولك فين الغلطات يعني حتى الوفيس العادي فيه امكانية ديت او لو دخلت على جولدرايف فيه امكانية ان تتشغل الموضوع دوت فلان اي اخطاق معناه ان الرجل ده يعني كاتب ان هو بريفكت في الانجليزيو مع ذلك عنده اخطاق كثيرة في الجرامر وفي كتابة اللي حاجاتها دي بتدي انتباع السيلي وربنا وفاكم ان شاء الله جميعا